امتناع الحريري وفريقه عن التصويت ودعم هذا التكليف هل يبعث برسالتين؟ رسالة عدم الرضا أولا وثانيا ربما كما قال السيد يحيى رسالة الرغبة بتمرير هذا الخيار على الأقل يعني لا شك أن الرئيس الحريري منذ البداية قال للقوى السياسية وتخديدا للأغلبية النيابية المتمثلة بالثناء الشيعي وبالتيار الوطني الحر قال لهم أن لدي شروط لتشكيل هذه الحكومة هذه الشروط تبدأ بأن يشكل حكومة من الاختصاصيين من أصحاب الكفاءات التي توحي أسماؤهم بالثقة للداخل والخارج طبعا هذه الرغبة استضمت برفض هذه القوى السياسية التي أرادت أن تعيد إنتاج نفس الحكومة المستقيلة التي أسقطها الناس في الشارع طبعا أمام هذه المعادلة من الطبيعي أن يرفض سعد الحريري أي طرحات أخرى ولكن في نفس الوقت قال لهم سعد الحريري أنه لا يمانع من تسمية أي شخص يستطيع أن يتلقف كرة النار وأن يتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة يعني بالتأكيد هذه الأحزاب السياسية قدمت الكثير من الأسماء قدمت الوزير محمد الصفادي احترق اسمه قدمت بهيش طبارة لم يفلح في تسويق رؤيته قدمت الرجل الأعمال سمير الخطيب لقى نفس الموقف ونفس المصير وأخيرا رأس الخيار على حسان دياب هنا الرئيس سعد الحريري أراد أن يكون منسجما مع نفسه بحيث أنه لا يستطيع أن يعطي أو يصوت لشخصية يعني جرى الاتفاق معها مسبقا يعني وبالغرف المغلقة على أن يتولى هو تشكيل هذه الحكومة في السر فيما كانت هذه القوى تفاوت سعد الحريري في العالم بكل الأحوال سعد الحريري كان يعرف أنه طعن في هذه المرة من الشركاء السياسيين كما طعن طبعا من حليفه المسيحي القوات اللبنانية ولكن في نفس الوقت سعد الحريري لا يريد أن يفسد على هذه القوى السياسية محاولتها لتشكيل حكومة لذلك هو لم يسمي سمير الخطيب ولم يسمي حسان دياب ولم يسمي أي شخصية أخرى وترك الباب لهذه القوى بأن تناقش معه مسألة تشكيل الحكومة ولكن بحسب المواصفات حتى التي تحدث عنها الرئيس المكلف في بيانه الذي أذعه قبل قليل من القصر الجمهوري هو قال أنه سيشكل حكومة تضم الجميع وسيتمثل فيها الحراك وعندما يتحدث عن حكومة تضم الجميع أنه يريد حكومة تكنوسياسية وأنه يريد إنتاج حكومة نفس الحكومة المستقيلة وبالتالي هو تنسى اليوم مطالب الشارع وضرب بعرض الحائق كل مطالب اللبنانيين الذين طلبوا منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة في 17-20 طالبوا بتغيير كل المنظومة السياسية الحاكمة لأنها منظومة فساد هي التي أوصلت البلد إلى هذا الانهيار وإلى هذه الأزمات المتلاحقة وأعتقد اليوم أن أي محاولة أو كل من يستطيع مهما بلغت قوته أن يفرض على اللبنانيين خيار حكومة لا يريدونها أعتقد أنه سيصطدم بإرادة اللبنانيين وستسقط هذه الحكومة في الشارع في الأيام القليلة المقبلة والأيام القليلة والساعات المقبلة هي التي ستصدق هذا الكلام أم تكذبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر